أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً حول التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة بشأن النفط والغاز الطبيعي والتي أشارت إلى استمرار طباطئ نمو الطلب العالمي على النفط وفي تحليله أشار المركز إلى تسجيل الطلب على النفط نحو 710 ألاف برميل يومياً خلال الربع الثاني من عام 2024 على أساس سنوي وهي أبطأ زيادة ربع سنوية منذ الربع الرابع من عام 2022 كما أضاف المركز أن التقديرات الأولية تشير إلى زيادة الطلب العالمي على الغاز بنسبة 3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024 وهو ما يتجاوز بكثير متوسط معدل النمو التاريخي البالغ 2% بين عامي 2010 و2020 تحليل جفريم لا لا ستحليل